شب تتوقع ويكون هدف إسرائيل من غاراته على مناطق سيطرة النظام بسوريا والميليشيات الإيرانية خصوصا بالقصف الأخير اللي كان على مرفأ الادية استهداف ميليشيات إيرانية استهداف مخازن أسلحة استهداف مقرات عسكرية أو استهداف مواد غزائية بحسب وسائل إعلام نظام أسد فالإيجابة الرابعة هي الصحيحة اللي هي استهداف مواد غزائية لتجويع الشعب السوري وأطباق الحصار عليه الخبر كان بهاي الصيغة وتم ترويجه بوسائل إعلام أسد وخصصت لأله الصور والتقارير اللي بتبين أكياس رز وسكر مفتوحة وغيرها خلا نشوف حتى الآن وصلنا إلى الحاويات المستهدفة يعني حاليا نشاهد بعض الحاويات التي تحوي مواد غزائية تحوي روز في منها تحوي سكر يعني هي رسائل يعني أدوانية ضد الشعب السوري هدف جبارة منذ اللحظات أولى كافيك والعافية جهود جبارة فعلا بالقدرة على قلب الحقائق والتزييفة من تعليقات رواد مواقع التواصل اللي كانت على هاي التقارير اللي ما بقى تقنع حتى أشد الموالين لنظام أسد مرسل اللي علق وقال خلاص بقاولون عدوان صهيوني عكياس الرز يعني هاي جديدة يا جيلبرتو أما إيمان فعن بتقول منيحة صواريخ تفجيرة خفيف الحديد ما صار له شيء بس كياس النايلون انفزرين أبو رضوان عم بيقول ماضى الأسلحة لحتى تضرب إسرائيل فبلشت تضرب الرز والبرغل أسفي على هذا الزمن أين أنت يا حافز الأسد تعليق آخر بيقول يا لطيف الغارة مكلفة من كلفة إسرائيل أكتر من خسائر سوريا أربع شوالات رز شفتوا كيف انتصارنا عليهم أما نمير فعلقوا قال الروس شو عم بيشتغلوا عنا غير النهب ليش متواجدين عنا إذا ما رح يحموا أرضنا معناها هنن شركاء مع أي عدوان على سوريا الغارات الإسرائيلية على مناطق ومقرات ميليشيا إيران ومناطق أسد ما بتوقف بس من النادر أنها تضرب اللادئية ولهذا السبب نقلت إيران بعض أسلحتها لمناطق قريبة من روسيا ومثل ما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن بينها صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه الغاية من الغارات الإسرائيلية على مناء اللادئية استهداف مخازن مرتبطة بالميليشيات الإيرانية وخصوصا أنه إيران بتجيب أسلحتها على سوريا عبر هاد الميناء بقى كم شوال سلاح عفوا رز وسكر راح وبشو كانت رح تستخدم